ما حكم من يدخل للحرم ويطوف حول الكعبة وفي جيبه علبة الدقان لا تستعمل التصوير يا ما نسمح بالتصوير حرام عليك نعم ما حكم من يدخل الحرم ويطوف حول الكعبة وفي جيبه علبة الدقان الدقان حرام يريد يدخل الحرام أو غيره حرام يجب عليه تركه والابتعاد عنه ولكن المعصية في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم وعلى كل حال عليه أن يتوب إلى الله من الدقان ويتركه في أي مكان في المشرق أو المغرب أو الحرم أو غيره لأنه ضار وخبيث وفيه مفاسد كثيرة مسبب لأمراض خطرة